هذا وقد بعت الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وخلال البرقية أكد وزير الدفاع وفاء رجال القوات المسلحة وإخلاصهم للمهام والمسئوليات لحماية الوطن وصون مقدساته مشيرا إلى تمسكهم بروح نصر أكتوبر ومقتضين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين سطروا بطولاتهم وتضحيتهم بأحرف من نور ورفعوا راية مصر على أرض سيناء الحبيبة كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر وزير الدفاع توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربية وكذلك لأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة ذكرى تحرير سيناء كما أصدر الفريق أسامة عسكر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة ترجمة نانسي قنقر